بسم الله الرحمن الرحيم زيارة تابون لروسيا استقبال كبير من ضرب أوتن فتح باب التحليل بشكل كبير التحليلات كما نشاهدوها فيها من يحتاج للتعصيل أكثر وفيها من يحتاج للتفاصيل وفيها من صحيح وفيها من مبالغ فيه لكن يجب نفهمه أنه الآن تنطلق من التحليل الآن من المجتمع من البيئة الدولية من نظام الدولي كان الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يسميه عبدالله النفيسي دول المركز دول أخرى كان منهم دول المحيط التصوير الغربي على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هو الإرسعي وأي دولة تخرج على ما تفرضه دول المركز يعني تعاقب دول المارقة وتعاقب إلى غاية تقريباً 2009 من تأثرة البريكس هي منظمة اقتصادية سياسية لكسر الهيمنة الغربية بدت تمشي الأمور تتطور إلى غاية حرب أوكرانية الآن أصبح الأمور على العلم كانت تقبل تحت الطابلة الآن على العلم نذهب إلى الجزائر الجزائر أين هي؟ كيف كانت تمشي الجزائر؟ كانت تمشي الجزائر ما تقول الجزائر ليسان حالة؟ أنا مع المجتمع الدولي وش يقول؟ مع هيئة الممتحدة وش تقول؟ مع منظمة التجارة العالمية ومصندوق النقد الدولي أنا داقور معها لكن تحت الطابلة أنا عندي علاقات مع الصين عندي علاقات مع روسيا في السلاح وفي كثير من الأمور الآن روسيا وصي لمأسوا البريكس وتأست البريكس وتأست القوى هذه الأخرى وأصبح هناك نموذج آخر غير النموذج الغربي وهو نموذج البريكس والدول اللي معاه أصبح الآن العالم كأنه ثنائي القطبية أنه قطب آخر أخلق الآن روسيا تقول للجزائر أنا ما نسحققش تحت طابلة أنت والدول الأخرى اللي كنت معايا طول ومبيع تسلاحه أنا نسحقق الآن فوق الطابل لهذا جاء تببول لروسيا وعطى ذلك التصريح الخطير جدا والتصريح الكبير جدا وهو قال أنه نحث الدول بريكس أنه تقبلنا بسرعة تقبل طالب جزائرين عندما عمل البريكس لكسر الهيمن الدولار واليورو والتصريح خطير وكبير جدا هذا لماذا كنت تسرع تببول وتسرعت الجزائر أنه راحت وأعلنت كذا نعم مش متسرعة مرغم أخاك على بطل ما عنداش خيار الآن أنت معايا أو ضدي ما كاش أنت معايا ممكن ماكس ضد ديورك تحت الطابلة لا أنت معايا ولا ضدي كل دولة الآن في العالم تخير صحابها والنموذج دي تكون معاه ما عندن مش خيار لروسيا الآن تقول الجزائر طلبها أنه تكوني معايا فوق الطابلة وتحت الطابلة لهذا كم تصريحات أعتقد وهذا منطقيا أنه راح ترفض المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يرفضون دمام الجزائر وتصريحات لقلتها الجزائر لهذا ستكون عقوبات مع الوقت عقوبات كبيرة على الجزائر ما ننسوش أنه عنا هنا السفارة الإسرائيلية في المنطقة أعتقد أنه الجزائر مقبلة على أيام صعبة وعقوبات الأفق يعني إذا ممكن أنت حتى لها في فيديو واحد أخر وشكرا وشكرا